نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني 2021-2022 وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية والتي نفى تلك الأنباء مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن والتي شدتت على انتظام دراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا مع الالتزام بتطبيق كافة الأجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة طلاب وعضاء المنظومة التعليمية وشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتذمين بالحضور داخل المدارس